انتقد وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون وقوف روسيا إلى جانب الرئيس السوري بشار الأسد كما حملها مسؤولية ضحايا حادث الأسلحة الكيميائية في خان شيخون الأسبوع الماضي ودع روسيا إلى المشاركة في عملية السلام الدولية وإذا ذلك قالت الخارجية الصينية في مؤتمر صحفي نصينا تعارض استخدام الأسلحة الكيميائية من أي جهة من الجهات مشيرة إلى أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلده الصين تعارض أن يستخد معي بلد ومنظمة وفرد الأسلحة الكيميائية لأي خرد من الآخرات ونعيد الوكالات المعنية التابعة للأمم المتحدة في إجراء التحقيق المستقلة وشامل في حوادث استخدام الأسلحة الكيميائية أو اشتباه في استخدامها وفي هذا الصدد يجب علينا أن نتعلم من الدروس التاريخية مثل قضايا الإراق والليبيا قالت نيكي هيلي السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في مقابلة مع برنامز تبثه قناة سيانان بعد وقوع الهجمات الجوية الأمريكية على سوريا قالت أن أولويات واشنطن هي هزيمة تنظيم داعش والتخلص من النفوذ الإيراني في سوريا وإزاحة الرئيس السوري بشار الأسد لكن هذا الموقف يتناقض مع رأي وزير الخارجي الأمريكي ريكس تيلرسون بشأن مستقبل بشار الأسد وهو أنه يجب على الشعب السوري أن يقرر مستقبله وفي هذا الصدد أكدت خوات شونيين أن مستقبل سوريا يجب أن يقرره الشعب السوري بنفسه السين تعارض اللجوء إلى القوة العسكرية في العلاقات الديبلوماسية دائما وتدعو إلى احترام السيادة الجميع البلداني والحفاظ على السلامة الراضيحة إن الصين تظل تعتقد أن الحال السياسي هو السبيل الحقيقي والوحيد لتسوية الأزمة السورية وشعب السوري هو وحده ما يقرر مستقبل بلاده موسيقى